طيب دعونا نلقي نظرة على الصورة التلالة لدينا فيصل بن فرحان وزير الخارجية السعودي يقول لا حل للأزمة في السودان إلا عبر الحوار الذي يحترم وحدة البلاد وأجهزة الدولة إذن نحن نتحدث عن أنه هناك موقف سعودي من خلال عاية المفاوضات بين الجيش السوداني ومليشي الدعم السريع لكن هذه المليشية الإرهابية الإجرامية لا تحترم أي تعهدات لها وما حدث في مفاوضات جدة برهن على هذا الأمر حينما نرى بأنه تم الاتفاق على إيصال المساعدات العاجلة للمتضرر الحرب وللنازحين تم التوافق في جدة لكن في أرض الواقع هذه المليشية الإرهابية الإجرامية لم تحترم تعهدتها كما الحال بالنسبة للاحتلال الإسرائيلي ولجيش الكيان الصهيوني لا يحترم أي عهد بل يستهدف المدنيين والأبرياء نساء شيوخ أطفال هو هو نفس الموقف مع مليشيا الدعم السريع الإرهابية الإجرامية سنري واحد احتلال ديمقرافي للعاصمة الخرطوم لود مدني انتهكت كبيرة بحق النساء الشريفات العفيثات وضع مع الأسف الشديد يعني يحمل عارا كبيرا على هؤلاء ولا يقال عنهم مطلقا بأنهم ينتمون إلى السودان ومعظمهم آتوا من خارج السودان حتى الدول التي آتوا منها شعوب هذه الدول تتبرأ منهم ومن أفعالهم يعني شعب تشاد طيب استقبل الآلاف من النازحين السودانيين أفضل استقبال وفقا للإمكانيات التي تتوفر فيها البلاد عكس موقف الحكومة خاصة في ظل التهمات قوية موجهة من الحكومة الحكومة السودانية لحكومة شاد متعلقة بالحصول على رشاوة مالية بهدف تسهيل وصول إمدادات السلاح للمرتزقة في دارفور لكن نتمنى أن تنتهي هذه الحرب في أقرب وقت نتمنى أن يكون النصر حليفا للجيش السوداني حتى وإن كان هذا النصر يأتي إما عن طريق الحرب أو عن طريق الحوار والتفاوض في النهاية الأمنيات دائما وأبدا حاضرة بجانب الشعب السوداني بأن تنتهي هذه المحنة في القريب العاجل طيب